السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو التاني ده ان شاء الله برضو هنحاول نحسب الدايرة اللي موجودة قدامنا دي دلوقتي. طبعا هنلاحظ الدايرة دي اللي هو عام زي كوبري كده او تعادية. يعني المقاومات اللي موجودة عندي اللي هي تلاتة اوم والاثنين اوم دول في جنب. والجنب التاني موجود عندك المقاومة الخمسة اوم والواحد اوم. والسلك معدي يعني السلك ده مش متصل يعني. تمام? يعني بمعنى تاني الرسمة دي ممكن تتعدل. يعني انا ممكن اخد الجزء ده اوديه جنب التاني. اا اوديه جنب اليمين يعني. والجزء ده اوديه جنب الشمال. يعني هعدل الرسمة ازاي? هي دي الفكرة اللي احنا نحاول نغصها على الرسمة كده. ونتخيل الموضوع. طبعا الجزء اللي فوق ده ما فيش فيه مشكلة. ده هنقله زي ما هو. لو كان عندي مقاومة تمانية اوم. وطبعا عايز يحسب هنا. هو عندي موجة بوسالب. وهي عندي مصدر الجهد بتاع العشرة والمقاومة الستة اوم. كل الجزء ده ما فيش فيه اي تغيير. انا التغيير هيظهر عندي امتى الجزء اللي تحت بقى بتاع المقاومة تلاتة اوم والاتنين اوم ديت. هواديها نحية اليمين. والجزء التاني هواديه نحية الشمال. يبقى انا كده كان عندي مقاومة تلاتة اوم. وكان عندي معها مقاومة اتنين اوم. الاتنين وصلين مع بعض التوالي. تمام? وزي ما قلنا السلك هنا عم عدي. تمام? مش النقطة مش متصل يعني. مفيش نوت في المنطقة دي. والجنب التاني كان عندي مقاومة واحد اوم. وكان عندي مقاومة خمسة اوم. تمام الكلام ده? واللي كان موجود عندي هنا في النص مقاومة خمسة اوم. تمام? ده الشكل اللي موجود عندي. طيب. دلوقتي ايه اللي انا هلاحظه في الدايرة ديت? هلاحظ المقاومة التلاتة اوم والاتنين اوم والخمسة اوم والخمسة اللي هنا دي والواحد كل ده متوصل مع بعض على التوالي. مفيش في اي مشكلة ممكن اجمعهم كلهم مع بعض. طيب. هيبقى هيبقى شكل الحل بتاع عامل ازاي? اول حاجة. حط برضو المصدر. موجة بوسالة بعشرة فولت. وبعد كده عندنا المقاومة التمانية اوم. هي طبعا الصعوبة بس اللي كانت في المسألة دي اللي انت تعدل الرسمة بتاعتك. وبعد كانت تبدأ تحل عادي جدا بدون اي مشاكل. وعندك مقاومة ستة اوم. وبعد كده هي توازي مع كل المقاومات دي. تمام? كل المقاومات دي وصلة مع بعض على التوالي. طب المقاومات دي مجموعة كم? عندي هنا تلاتة واتنين خمسة. وخمسة هيبقى عشرة. وخمسة هيبقى خمستاشر واحد يعني ستاشر. يعني اجمالي ستاشر واحد زائد خمسة زائد خمسة زائد اتنين زائد تلاتة هيطلع الكلام ده بستاشر اوم. يبقى الكلام ده عبارة عن توازي مع مقاومة قيمتها ستاشر اوم. تمام الكلام ده? طيب. بعد كده انا عايز احلل المسألة. بالنسبة للمقاومة ستة اوم والستاشر اوم دي ايه وضعوهم مع بعض? دول وصلين مع بعض على التوازي. مشتركين في اتنين نودة هم. تمام? نفس بداية المقاومة ونفس نهاية المقاومة واحدة. فاذا بالنسبة لستة اوم والستاشر اوم دول عبارة عن مقاومتين وصلين مع بعض على التوازي. ويظروفهم مع المقاومة التمانية اوم. هتبقى توالي بقى. تمام? يعني أنا كده بالنسبة للدائرة هيبقى عبارة عن مقاومة 8 أوم ومعاها مصدر الجهد بتاعنا هو العشر فولت وبعد كده موجود مع مقاومة المقاومة ديت عبارة عن مقاومة 16 أوم توازي مع المقاومة اللي هي 6 أوم تمام الكلام ده ويبقى كده بالنسبة للأر إكوفلنت طبعا المقاومة الكلية ديت أو المقاومة المجمعة للتوازي دي هتبقى عبارة عن توالي مع 8 أوم يعني بمعنى تاني اللي كده بالنسبة للر ايكوفلنت هي عبارة على المقاومة 8 اوم زائد مقاومة 16 اوم توازي مع المقاومة 6 اوم طبعا احنا عارفين ما يكون مقاومتين وتوصلين مع بعض على التوازي هيبقى حصل ضربهم على مجموعهم يعني 16 في 6 على 16 زائد 6 طبعا هنحل الكلام ده بالقال حسبة ونقدر نطلع الناتج بتاعنا منتهى البساطة وهنكتفل كده ان شاء الله في الفيديو ده ونشوفكم في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا